تعالوا نشوفوا بعض الجرائم كمان جريمة حدثت بالأمس هزت هزت المنطقة الكردية وشمال سوريا أمينة حزب سوريا المستقبل مبارح تم إعدامها ميدانيا زي ما قالت ضيفة مبارح نفرين خلف هفرين خلف تم إعدامها ميدانيا أهي تشوف دي الست دي الست اللي موتوها أعدموها ميدانيا أهي هرفين خلف دي أمينة حزب سوريا المستقبل دي بعد ما تم إغتيالها وتم إعدامها بصوا بعملوا فيها إيه بصوا الوحشية بإيه بقدمه دي ماتت دي خلاص شهيدة بيعمل إيه بيمثل بجثتها بهذا الشكل جنود الدولة العثمانية الجديدة أو الجنود العثمانين الجدد بيمثلوا بالجسس كما نرى في هذه الصورة بهذا الشكل رسالة إلى العالم إلى أحرار العالم إلى المؤسسات الدولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن هذا ما يفعله السلطان العثماني العثمانين الجدد بإجرامهم بميليشياته يقومون بهذا العمل الدنيء الحقير ست يعني لفظ الأنفاس الأخيرة بعد إعدامها في هذا الشارع بقدمه بحزاؤه بيعبث هذا العبث وبعدين بعد هذا العمل بعد هذه الصورة هل يدرؤ هذا الكلب العثماني أن يتحدث عن حقوق الإنسان في دولة زي مصر بأي وجه بأي حق بأي حق يتحدث من قتل الإنسانية في عفرين وفي جمال شرق سورية وقام بإعدام هذه البريئة إعداماً ميدانياً على مرأة ومصبع من الجميع وقامت ميليشياته بإلعابه بجلستها بهذا الشكل هل يستطيع أن يتحدث عن حقوق الإنسان